وفي إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المسجد على المسوين المحلي ودولي وبتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تقدمت الكويت بتبرع بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعما لجهودها البناء في مكافحة الوباء وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالة الذي أعلن عن التبرع قال إن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار